استقالات رئيس الجمهورية الكثير من الأحداث كل هذه المؤشرات سيد كمان نسقطها على الشق الاقتصادي تدعيتها أقول على البناء خلمان والأعمال قراءتك في هذا الشان وأولا نشكرك على استضافة مرة أخرى أكيد يعني قول بهذه الأعطال هذا لا يعني أننا نحن ضد الحرك بالعكس نحن جزء من هذا الشعب شعب كل جزائر وضمن هذا الحرك إشكال مطروح هذه ما يسمى يمكن نظرة الخفية على المواطنين يعني أصلا أن اقتصادنا هش يعني لو تلاحظي لو ارجعنا إلى السنوات الماضية يعني اقتصاد يمشي بتمويل عن طريق طبع النقود وبالتالي ظروف المالية صعبة جدا عندما بدأت هذه الأزمة السياسية ونعن نسميها أزمة سياسية وبدأ الحراكة الإشكال المطروحة غاب علينا الجانب الاقتصادي لأننا لاحظي منذ خاصة شهر فبري وشهر مارس ما فيش وفود جاءت إلى الجزائر ما فيش استثمارات بل بالعكس لشكال المطروحة أن تقريبا كل المواطنين تقول بين 30% إلى 40% من النشاط الاقتصادي يعني يقل بالمقارنة على ما كان على الأقل في شهر جنوبي أو لأشهر من السنة الماضية وبالتالي هذا كل خسائر يتكبدها الاقتصاد بمختلف قطاعاته كما أشرت من قبل في التقرير يعني كيف بدكم الأجنب يثق في الجزائر ويأتي الاستثمار ونحن لا نعرف نحن كجزائر ما هو مستقبل الجزائر ما هي الفترة التي سوف نمر بها نحن الآن نختلف هل نطبق الدستور أم نطبق حلول سياسية وغير ذلك هل الأزمة ستنتهي بعد ثلثة شهر أو ستنتهي بعد سنة أو غير ذلك لذلك فأعتقد لابد نكون صراحة أن الاقتصاد والاستثمار الأجنبي يطلب ما يسمى بالأمن والاستقرار يطلب ما يسمى بالضمانات وبالتالي غياب هذه الضمانات غياب هذه الأفق خلات الآن ما فيش جذب الاستثمار الأجنبي حتى ما هو موجود محلي يعني حتى الاستثمار المحلي الآن فيه يعني صحة تعبيره لا أقول تراجع ولكن جمود من ناحية إنتاجية العمل وغير ذلك لذلك فأعتقد بأننا نتاجه شيئاً فشيئاً في مشاكل مالية جمع في مشاكل اقتصادية على الأقل في بعض القطاعات الآن بدأت تخرج بعض الأرقام مثلاً قطاع الوكالات السياحية وقطاع الخدمات انخفضت بـ 70% وهذا سيأطر على الضرائب سيأطر على المرضود العام في نهاية المرضى لن يكون فقط على الصعيد الداخلي بل حتى الصعيد الخارجي أكيد سيداً عدم الاستقرار يتأثر مناخ الاستثمار وهذا وش قلنا يعني الآن عندنا مشكل مثلاً عندنا يعني اتفاقية مع دول فيه اتفاقية كانت في اتفاقية صناعة اكتوبرام وتجيلة الإبرام لعنى الناس خايفة بش تجي ثانياً هناك اتفاقية كنا قارب نوصل إلى الاتفاق الآن متعامل الأجنبي قال لك حبس نعودوا نراجعوا يعني تخوف وغير ذلك كانت من فروض في بعض الشركات تقوم بعمل الإنجاز تبدأ توقفت يعني وذلك هذا منخ الأعمال هذا هو الخوف كله لماذا؟ لأن الآن هذا الحرك الشعبي أكيد مطلب سياسي لكن وراء المطالب السياسي في مطالب اجتماعي ومطالب اقتصادية كيف تستطيعون أو كيف يستطيع رئيس الحكومة أو الرئيس الذي ينتخل سواء بحلو دستورية أو حلو غير دستورية كيف يستطيع أن يافي بالتزاماته الاقتصادية والاجتماعية مع العلم أن المواطن هذه الطالباته زادت بالمقارنة ما كانت من قبل كيف يستطيع أن يافي بهذه الالتزامات وقلتها ونعود نقولها رئيس الحكومة السابق عندما تولى المسؤولية في بداية في 2017 وجد خزائن الدولة فارغة لأن سندوق ضبط إرادة الموازنة أصبح رصيد وصف في شهر فبري 2017 لكن المشكلة أن رئيس الحكومة اللي يحيطي بعد ويكون شرعي ويكون جاء من رئيس منتخب لا يجد سندوق فارغة بل يجد ديون في 31-12 كانت تقدر بأكثر من 50 مليار دولار وهي عاملة الطبع و2019 باش أي رئيس حكومة يستطيع أن يفي بالتزاماته مع انخفاض في إرادات الضرعي مع انخفاض في النشاط غير نقول وبين 3-40% يعني سيطبع أكثر بما طبعت الحكومة الماضية من النقود باش نكونوا واقعين لازم الشعب يعرف علاش حنا رأنا ننادو باش أن الحل السياسي الدستوري لي ما يستغرقش وقت كثير أحسن باش على الأقل نحاول الرقع وما يمكن ترقيعه في النشاط الاقتصادي باش تكون تكلفة أقل مما نتوقع نعم السؤال الأبرز يعني مع تواصل حرك الشعبي هناك يعني نعلم أنه هناك توتر يعني السياسي داخل البلاد مما وصفة ووصفة بالغموذ والخوف لدى الشركاء الاقتصاديين سواء المحليين أو الأجانب يعني المستثمرين الأجانب لدى الجزائر أكيد الأخت قلت لك شوفي حنا في الزيريين مانش متافقين واحد يقول لك انت بقوا الدستور ويجوك لأصحاب الدستور يقول لك لا ما تبقوش الدستور يعني غريب الأمر يعني من هو ليس دستوري ومؤسس الأمنية تطالب باحترام الدستور يأتوا خبارة في القانون في الدستور يقول لك لا ما ما تبقوش الدستور نطبقوا روح الدستور ونحضروا إصلاحات سياسية ومن يش عارفين حنا ما نش متافقين ما هي المنهجية عندما نتفق على المنهجية وأعتقد أن المنهجية كاقتصادية اللي تكون هي المنهجية من ناحية الوقت تكون قليلة جدا والوقت قليل هو يعطيه الدستور 90 يوم لأن 90 يوم كل يوم عندنا ملايير دينارات ترى نخسرها على كل يوم عندما الآن تكون أجندا سياسية يعني الخروج من الأزمة ثلثة شهر على الأقل بعد ما شهر جميلية يصران انتخابات الرئاسية وتعين الحكومة يمكن أن ناخذ الصورة النمطية الجيدة للحراك اللي قدمناها العالم تكون تفيدنا يقدر يستغلها رئيس الجمهورية الجديد يقدر يستغلها رئيس الحكومة الجديد كتسويق واسترجاع ما يمكن إرجاعه من باريق جاذبية الاقتصاد التانا لكن كل ما الآن جانب الأمن والاستقرار الذي يلعبون أكيد الآن عندما تقول إلا لحل سياسي وليجب أن نتفقوا على مجلس ومنشعب مجلس وشكوني مثل هذا ومثل هذا ندخل في نافق لا نعرف التوقيت منش عارفين من يقول إذا خرجنا على الحل الدستوري ونحن على الحل القانوني من اللي يقدر يقول وكم عدد الأيام أو الأشهر أو السنوات رح نخرج منه حين أشوف غير يشكون مثل الحراك رانا قاعدين فيه هل الأحزاب السياسية للحراك يخرج ما قالش للسلطة فقط روحي السلطة والأحزاب قالها كل مروحي يعني الآن رح نطيحه في المشكل شكون اللول أسكر الجاجة ولا البيضة ورح ندخل في هذه المتاهات وندخل في الوقت ما وش في مصلحتنا الجانب الاقتصادي لذلك احنا نطالب احترام الدستور في الوقت الحالي مثل ما نحترم القرآن يعني مع كل احتراماتي يعني لازم نحترمه لماذا؟ لأن الوقت معروف محدد في الدستور هو ثلثة شهر هذا يعني بأن الثلثة شهر ما تكونش خسائر اقتصادية حتكون لكن خسائر ثلثة شهر أحسن من خسائر لسنوات وما نشعر فين ورح تروح هذه الأمور لذلك تلاحظي بأن المؤسسة العسكرية عندما قائد الأركان قال لابد أن نحترم المسار الدستوري لماذا؟ لأن أهل مكة أدرى بشعابها لأن المواطن ما وش عارف الآن يعني في شهر فبري فقط وشهر ماس كم كانت الخسائر أنا نقول لك إذا حسبناها يعني حساب بسيط كم الناتج الداخلي الخامتانة؟ تقريباً مئة وثمانية وثمانية يقول مئتين مليار دولار في السنة على أساس سنوات 17-18 كينا حسبو غير المعطيات اللي تقول بأن راه الآن تراجع في النشاط الاقتصادي والنشاط المالي على الأقل بين 30 و40 راح نلقى بلستة إلى سبعة ملاير في كل الاشهر نضيعها دولارات وهذا راح يأثر في نهاية العام لأننا راح نشوف باللغة الفرنسية عندما يجد أن الحكومة الجديدة كيف ستفي بالتزاماتها مع المواطنين في غياب ماشي مكة الدراهم ماشي فرغة بالعكس مودانة يعني خلونا أن كادوا أمبوزوني الحكومة اللي راحت خلتنا هدية مسمومة لرئيس الحكومة الجديد يعني يصبح يسير في أمرين متطلبات الحراك والشعب وغير ذلك متطلبات سير مؤسسات الدولة متطلبات التعويض وأنا سمحيني لأحبيت أن أقول لك حاجة لاحظوا معي جيدا هل يعقل في بلد مؤسساتي حتى وتكون مؤسسات فيها مشاكل هل يعقل ما يوقع هنا وهناك بأن الناس را يتحول بالمالايرة عن طريق البنوك وعن طريق قضاء وعن طريق الحدود تعرفين لماذا هذا التشويش؟ لأن هذا غير صحيح صح فيه اختلاسات لكن عن طريق القروض عن طريق تضخيم الفواطر عن طريق ملح ملح سافقات غير حقيقة لكن ليس عن طريق تحويل يهيئ لنا من أعداء أو ميسمة بالثورة المضادة باش يديرونا ميلف باش يقدموه الأمم المتحدة بأن المنظومة المالية والمنظومة المصرفية تعني أصلا هشة بأنها لا تتسم بالشفافية وأنها لا تتسم بالواقعية باش يحجر علينا ويحجر على الحكومة لا يجهي تقولي أولا ما تقدرش تتعامل بأموالها تصبح من الصعب أنك تستوردي القمح للشعب لأنه من يعطيك التوطين المصرفي؟ من يؤمن بمنظامك المصرفي؟ لذلك قلنا باللعب راه كبير علينا لابد في أقرب وقت ممكن نخرج من هذا المأزق بأقل الضرار الممكنة أستاذ كامل في سؤال آخر يعني عندما نتحدث عن المنهجية نتحدث عن الميكانيزمات ونتحدث عن التحديات الاقتصادية خلال الفترة الانتقالية يعني أنت كخبير في الشأن الاقتصادي رؤيتك الاستراتيجية للحكومة لحكومة تصريف الأعمال؟ شوفي بكل صراحة في هذه الفترة نعم بأن حكومة تصريف الأعمال هي حكومة لا لديها سلطة اتخاذ القرار لذلك نحن ناشد يخي وقلنا الحل الآن في الزير ما بشيحة دستوري ما بشيحة سياسية ووسط نطبق الحل الدستوري مع بعض التعديلات والزمالات كلموا عليها من قبل يعني ذهب إلى آت ثلاثة ونذهب إلى الانتخابات أنا نتمنى بأن قبل ما نذهب إلى الانتخابات على الأقل حتى في بعض الأحيان نعطي شوية على الدستور نعطي لهذه الحكومة حتى ونعدلها أو نعدل بعض الوزارات الاقتصادية نعطيها حق أنها لا تنتظر حتى شهر لأنه إذا رحنا للانتخابات شهر جوي يقوت شو فيش حرح نضيعه وقت أعتقد بأنه يجب على الحكومة إعطائها بعض الأعمال وإعطائها بعض يعني تتمكنها أنها تدخل في شهر أذرين أنها تأخذ الأمور بالزمام أكيد أنا نعرف بأن الحكومة لابد تدي موافقة من البرلمان لكن عندما يكون فيه اتفاق بين جميع الأطور أنه عن أقل الوزارات المتعلقة بالاقتصاد المتعلقة بالنشار الاقتصادي أنها خرجوها متصريف الأعمال إلى اتخاذ الإجراءات أكيد نديرو كفاءات باش نقلل مش نتظر حتى القوت باش نتخذ الإجراءات ثم تفرت يعني ستكون سنة 2019 سنة سوداء وحتى تديروا رئيس حكومة وتديروا وزير الاقتصاد تجيبوهم المريخ سوف لن يستطيع أن يلبي حادشية المواطنين بهذه السهولة لذلك أعتقد بأن يجب أن نتفق في هذا إطال الحرك أن هذه الحكومة ننحو وش ننحو بعد ما يستقيل رئيس الحكومة وتكليف شخص آخر على الأقل وزارات اللي عندها علاقة بالاقتصاد على عندها يتم تعيينها شخصيات وتباشر عملها ما تنتظرش حتى تجي الحكومة الجديدة لأن كل يوم نتأخروا فيه كل يوم يعني مشاكل اقتصادية كبيرة وكل يوم تعمق الأزمة الاقتصادية وكل يوم يعني رح نجعل من الحكومة يعني نطلبوا منها أشياء تفوق طاقتها هل الشعب الآن يعني بيقول صراحة هل الشعب مستعد عندما تجي الحكومة الجديدة أن يوضحي لأنه ما كانش تدراها باش نكونوا قونات لأنه 80% منها فقط سير هي أجور الآن الضرائب اللي كانت موجودة ما تكفيش كونا نحترح نطبعه الآن أسعال بيتروميش بالدرجة اللي يكونوا نتصوروها الآن هذه الضرائب العادية في شهر فيبري الضرائب المحلية يعني لتولي البلدية تلعطاب رين تخفض التيفية لتولي الدولة لأن هذه متعلقة بالنشاط ستنخفض الضرائب فيما بعد في نهاية السنة ليرجولي بيس لأنها متعلقة بالأرباح وحد يقول لك أنا في شهرين فقط رقم أعمالي 80% وش عم بيقول هذا ليس صالح الاقتصاد لذلك لذلك نحن قلنا الحارات في غراسنا مطالبه مطالب الشعب وتحقت نقول لك عنه لماذا أنا كاقتصادي نحب الحل الدستوري لأنه أقل كلفة مالية واقتصادية بتواريخ مضبوطة فقط أنا ناشد باللي قبل ما نروح الانتخابات تعطى للحكومة صالحية تسير دوالي بالاقتصاد ونخذنا من الحكومة تصرف الأعمال تكون في وزارة أخرى لكن وزارة السيادية وزارة المالية لأننا نخوف الآن الأخت نقول لك بيكون صراحة لازم المواطن لازم المواطن يعرف الآن لابد على الحكومة تتخذ إجراءات احتياطية تحفظية نمنع مثلا نسحب الأموال بأموال كبيرة نسقف نحافظ على الوثائق لأن من يقول بأن هذه الناس اللي ما كانت تخلص بضرائب أو الناس اللي عندهم مشاكل مع أملاك الدولة غير ذري لا تستغلش هذه الفرصة باش خاصة منظومتنا المالية ما هي منظومة الإلكترونية يعني الورق لذلك لابد الحافظة عليها انتخذ الإجراءات الاستعجانية شكرا لك أستاذ كامل العافو